الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فذا أم حتى تضع الحرب أو زارنا ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولي لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفما كان على بينة من ربه كمن زين له شوء أعمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها أنهار من ماء إن غير آسد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصف ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما أم حميما فقطر أمعهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زيدهم هدا وآتيهم تقويهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جيئ أأشراطنا فأني لهم إذا جيئ أتهم ذكريهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثويكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمل أبصارهم أفلا يتدبرون القر آن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض لهم والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملاء إكتوا يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء أُلَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِيهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْمِ الْقَوْمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدي لن يضر الله شيء أو وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يس ألكم أموالكم إن يس ألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها أولا أتدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقر وإن تتولوا يستبذل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم